كل سنة وانتم طيبين اليكم ديف رامز جلال في اليوم الحلقة رقم 13 2021 في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وانتظروا مننا فيديو جديد كل يوم عن ديف رامز عقل وطور يواصل الفنان رامز جلال تقديم مغامراته الفنية ويقدم مرنامج رامز عقل وطور هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة بالترفيه بالمملكة العربية السعودية ويبدأ المقلب باستضافة فريق البرنامج لاحد نجوم الفن او الرياضة او الاعلام وبيتم توصيله في الملاهي بمدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوكعة ومن هنا يبدأ الاصارة والتشوق ويكون رامز باستدراج الديف لكبينة طائرة في الهواء وبيحاول الركاب اقناع الديف ان اللعبة سوف تسكت من اعلى حتى يكرر الديف السكوت من الكبينة وبيتم سكوته في بحيرة مائية كبيرة جدا ثم يكفز رامز بعده ويكشف رامز عن وجهه الحقيقي من خلال تقديم برنامجه هذا العام رامز عقله طول اما عنديه في حلقة اليوم الاحد هي الفنانة الجميلة الرئيقة ريم مصطفى عايزين نعرف ايه رد فعل الفنانة ريم مصطفى على المقلب بتعرامز النهاردة وايه التوقعات وايه اللي هيحصل في الحلقة كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة ان شاء الله وكده الفيديو بتاعي خلص الحلقة بتتزاع على قناة مصر الساعة ستة ونص بتوقيت مصر والساعة سبعة ونص بتوقيت السعودية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل وانتظروا مننا كل يوم اقول لكم ايه الضحية بتاعة رامز كل يوم فيديو جديد بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته